السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الخميس 21 أيلول سبتمبر طبعا القمر اليوم استقر في برج القوس ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة 8.19 دقيقة من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجديد القمر اليوم موجود في منزلة عائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.28 دقيقة من مساء اليوم الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما أنه موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسع نقترال المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ أو تخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين بلوتو هاي زاوية ذكرناها يوم 13-9 طبعا بدأت تأثيراتها يوم 13-9 ورح يستمر تأثيرها لا يوم 28-9 واليوم ذروتها ذروتها ساعة 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسحي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبرضو بتمنحنا مواهب إبداعية وبرضو بتعطينا قدرة على حب المغامرة والحاجة للمسئولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط وبتسمح لنا بحل مشاكلنا وبتساعدنا على يعني هيك إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا بتدل على قيام حكومة ما أو ممكن هيك تتعرض لبعض التحولات أو التغييرات الإيجابية بتزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد واهتمام أكثر بما يدين البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين أطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 9 و 12 دقيقة صباحا بتوقيت غرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها تجعلهم مزاجي طباع وهاي الزاوية مصدر للتوتر خصوصا للي بكونوا متعبين نفسيا أو عصبيا من زيادة الاحتمال والضغط ممكن نتعرض لبعض الحوادث بسبب عدم التركيز ولا نحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 8 و 11 دقيقة مساء بتوقيت غرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 10 و 24 دقيقة مساء بتوقيت غرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أنه نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وإذا احتاجت لفحصات أو مراجعات طبية أو أخذ علاجات لإلها ما في أي مشكلة ولكنها لا تصلح للعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر ولكن بالطرق التقليدية واللي ما عندهم مشاكل بإزالة الشعر من كثافته فما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس معناته في خلو مسار قادم اللي هو رح يكون يوم الغد بيبدأ الساعة 7.31 دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 8.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمر سبع أيام في تمام الساعة 9.21 دقيقة صباحا بصير عمره 8 أيام نسبة الإضاءة 41% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23.9 سعيدة بنسبة 15% القمر في القوس حتى يوم 22.9 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة لـ 5% عطارد في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31.12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27.1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6.12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجذب يتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر خلال هذا اليوم هذا يوم نشط جدا على جميع المستويات وبيشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة ومعنى مشتركة يعني أي مال معك شريك فيه بنك ضريبة تأمين ميراث وبرضو الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففه من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط للمور المالية وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو مع الأزواج أو مع الأحبة ولكن بدكوا تتجنبوا الغضب والإنفعال وما تخلي أي شخص يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك قول امتحان اليوم قبل الحصول على الجائزة أو على النتائج يعني بدك تكون جاهز لهاي الأمور بضبط الأعصاب والصبر وأيضا الحكمة بالتعامل حاول إنك تتحامل على نفسك عشان تنجز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تخلي أي شخص يثير انفعالك أو غضبك خصوصا في نطاق عملك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما للمواعيد طبعا اليوم التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك دا تكون حذر في هذول المسألتين برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم من الأيام المميزة بالنسبة للكم فما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم وبترتفع المعنويات بدك تحاول انك تكون أكثر مرونة ممكن تحقق إنجاز مهم بتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة وبرضو اليوم جيد لممارسة هواية أو حتى أمور إلها علاقة بالتجميل أو التواصل مع الأحبة والأبناء برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو استئجار بيع شراء والأمورة هاي وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر شوي بعض الضغطات عليكم فعشان هيك بتكون على حكمة عالية جدا بإدارة الأمور العائلية هاي فترة فيها بعض التوتر أو على الصعيد الشخصي أو العائلي فبدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن يتعاكسك الظروف وتسبب لك بعض الإرباك رغم أنه ممكن يكون في بعض الأخبار المفرحة العائلية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مميز جدا ومناسب لاجتياز امتحان أو مقابلة أو دورة تعليمية وبتعززوا العلاقة برضو مع الإخوة ومع الجيران اليوم بناسبك تكثيف التحركات ولكن في ساعات الصباح بدك تحذر أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك لأنه شوي زاوية عطارت بتأثر بشكل سلبي اليوم تقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة أو من سوء تفاهم تعتبر معني فترة إيجابية لازم تستغلها وخصوصا من ساعات بعد الظهر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تكونوا حذرين في النفقات ابعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وامتنعوا عن المصاريف للزيادة ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد الأولويات والميزانية المالية وممكن تتلقى هدية أو مساعدة مثلا أو تقدم على استثمار ما مصاريف منزلية طارئة ممكن تظهر على الساحة فعشان هيك بدك يكون فيه عندك حكمة لإدارة الأمور المالية وفي نفس اللحظة يعني أحذر من المصابين والمحتالين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم فيه خبر كنت بتنتظره اليوم ممكن يصلك جواب بما يتعلق فيه وبيكون مثابة لإشارة أو انطلاق جديد فترة ناشطة وحماسية معني ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع المستوى العاطفي أيضا الأجواء منتازة جدا لا تعزيز العلاقة مع الأحبة وأيضا أنت ملفت للانتباه اليوم خصوصا للجنس الآخر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأنه الخمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساه يوم الغد فعشان هيك حاول اليوم أنك تعمل بشكل روتيني استريح وما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة خفف من وطيرة عملك لا تحتسم أي أمر وما تنجرف وراء الأفكار السوداء والهواجس والأمل يعني أي شخص بيوعدك بشيء حاول أنك ما تأخذ بوعده خلال هذا اليوم يعني حاول أنك تأجل الموضوع لا يوم السبت بيكون أفضل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم اليوم وعلاقاتكم الاجتماعية ومنكم أشخاص ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهمش أنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة بأي شيء اجتماعي أنت اليوم بحاجة لنصيحة يعني إذا احتجت لأي مساعدة من أي شخص استشير بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا برضو بينجحوا اليوم بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وعلاقاتكم مع المسؤولين اليوم جيد للي بيسعى لترقي أو ترفيع أو أمور من هذا القبيل بتقدر اليوم تتمم أعمالك أو تناقش أعمالك اللي بيكون فيها نوع من أنواع الإشارة لها إلك أو تزكيتك برضو بتغار اليوم على مصالحك وممكن يعتبر هذا اليوم من أسوأ أو أنجح أيام الشهر إذا ما كنت مركز أو إذا كنت مركز يعني يعتبر فترة تقيلة على العصاب والمعنويات أهم شيء أنك ما تتذمر على مسمع من أحد وما تشوه سمعتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة